من هو الامير العثماني الذي عشق جارية ابوه السلطان وهرب معها في حوالي عام 1780 حين كانت كرستينا بعمر 16 سنة وصلت الى حريم السلطان العثماني عبد الحميد الاول كجارية كانت كرستينا تحمل جمالا استثنائيا وسحرا لا يقاوم مما جعلها تبرز بين بقية الجاريات الامير شهزد عبلاه الابن البكر للسلطان عبد الحميد الاول كان شابا وسما ونبيلا لكنه كان يشعر بالوحدة وسط اروقة القصر الكبير ذات يوم بينما كان يتجول في الحدائق الفسيحة للقصر لمح كرستينا للمرة الاولى كانت جالسة تحت شجرة تتأمل زهور وعندما التقت عيونهما شعرت كلاهما بشيء خاص يتوهج في تلك اللحظة بعد اللقاء الاول لم يستطع الامير عبد الله نسيان كرستينا بدأ يخطط لرؤيتها مرة اخرى واستخدم نفوذه لايجاد طرق للوصول اليها دون ان يثير الشكوك في البداية كانت اللقاءات بسيطة وعفوية يتبادلان فيها النظرات والكلمات القليلة لكن مع مرور الوقت اصبح اكثر جرأة وبدأوا في تنظيم لقاءات سرية بشكل منتظم كان الامير عبد الله يلتقي بكرستينا في اماكن مختلفة داخل القصر في الحدائق او الارويقة المهجورة وحتى في بعض الغرف الخفية التي يعرفها الامير جيدا في هذه اللقاءات كان يتبادلان الحديث عن حياتهما واحلامهما تحدث عن الفارق الكبير بين حياتهما وكيف ان الحب لا يعرف الحدود الاجتماعية او القيود كان يتحدثان عن مستقبلهما وكان الامير يعد كرستينا بانه سيجد طريقة ليكون معا دائما وعدها بان حبهما سيكون ابديا وانه سيحميها من اي خطر في هذه اللقاءات تبادل الوعود بالحب الابدي وكانت كرستينا تروي للامير قصصا عن بلدها الاصلي مقدونية وكيف انها كانت تحلم بحياة بسيطة وهادئة بعيدا عن قيود القصر الامير كان يستمع باعجاب ويتمنى ان يحقق لها هذا الحلم رغم الحب الذي كان يجمعهما كان الخوف من اكتشاف امرهما يسيطر عليهما كان يعلمانهما ان العلاقات بين الجاريات والامراء تعتبر خطرة وقد تؤدي الى عواقب وخيمة لذا كان حريصين جدا على سرية لقاءاتهما مع مرور الايام تعمق الحب بين الامير وكارستينا لم يعد الامير يستطيع التخلي عن رؤيتها وكان يفكر فيها طوال الوقت بدأ يفكر في مستقبل اكثر استقرارا يجمعهما بعيدا عن القصر وقيوده من جانبها كانت كارستينا تشعر بالامان والسعادة بجانب الامير وكانت تأمل ان يحقق لها وعده بالهروب وبناء حياة جديدة معا بدأت الامور تأخذ منحا اكثر خطورة عندما استدعى السلطان عبد الحميد كيرستينا الى فراشه في صيف 1780 ادرك الامير ان حبهما اصبح مهددا بشكل جدي وبدأ يبحث عن طريقة لانقاذها من هذا المصير كانت هذه الازمة هي الدافع الذي جعلهما يقرران الهروب قرر الامير وضع خطة محكمة لتهريب كيرستينا من القصر استعان بصديقه المقرب الذي كان يثق به ثقة عمياء وطلب منه ان يؤمن مكانا امنا لكيرستينا بعيدا عن اعين الحراس والجواسيس تمكن الامير بمساعدة صديقه من تهريب كيرستينا الى اطراف مدينة اسطنبول حيث وجدت مأوى مؤقع مع زيادة البحث عنها من قبل حراس السلطان وجواسيسه ومع شعور الجميع باليأس من العثور عليها قرر الامير عبدالله انه لا يمكن ان يعيش بدونها فخطط لهروب كبير يشمل الانتقال الى مصر ثم الجزائر حيث يمكنهما بدء حياة بيئة جديدة بعيدا عن ملاحقة السلطان عمل الامير شهزادة عبدالله في مجال التجارة في الجزائر ونجح في بناء حياة مستقرة مع كيرستينا انجد ولدا وبنتا وعاش حياة مليئة بالحب والسعادة عند بلغ كيرستينا سن الخمسين اصيبت بمرض السلطان ظل الامير ملازما لها طوال فترة مرضها يقدم لها الدعم والحب حتى توفيت وهي بعمر الثانية والخمسين لم يستطع الامير تحمل فقدان حب حياته وتوفي بعفي بعد ثمانية اشهر من وفاتها حزنا عليها وهو في عمر الستين عاما تبقى قصة حب الامير شهزادة عبدالله وكيرستينا مثالا على الحب الحقيقي والتضحية وتذكرنا بان الحب يمكن ان يتغلب على كل الصعاب والتحديات ولكنه في بعض الاحيان يأتي بثمن باهظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر